أصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم سوف نتحدث حول مشروع جديد وكذلك عملة جديدة هذه العملة حاليا تم إطلاقها تقريبا قبل أيام سنرى جميع الخصائص الخاصة بهذا المشروع الفيوتر الخاص به زائد الرودماب وكل ما يتعلق في التوقنوميك كذلك فالمهم شباب لن أطلع عليكم أكثر من هذا أدرككم مع الشرح إذن أصدقاء في هذا الفيديو سوف نتحدث حول مشروع تم إطلاقه وهو مؤخرا وهو يعتبر من بين أفضل المشاريع التي تم إطلاقها في هذه الفترة بحيث حقق نجاح كبير جدا والعملة الخاصة بهم أصبحت من بين أفضل العملات التي تم إطلاقها ومن بين أفضل العملات التي حققت أرباح كبيرة جدا في الفترة الأخيرة الأمر يتعلق شباب بعملة ذيل هذه العملة التي لديها مشروع قوي ومشروع كبير جدا فهدف هذه العملة هو عمل قفزة نوعية في حالم الجايمينغ من أجل تغيير تجربة الجايمينغ بالصفة عامة زايد أن هذا المشروع لديه فكرة جيدة جدا وهي التبرع للأعمال الخيرية وكذلك تخصيص جزء من الأرباح الخاصة التي يتم حرقها أو استعمالها في الجايمينغ تأخذ نسبة وتقوم بإهداءها أو إعطاءها للأعمال الخيرية وهذه فكرة جيدة جدا حول هذا المشروع فبالنسبة للتوقنوميك الخاص به فالعملة كما قلت لكم فاسمها زيل تضع السوبلاي هو 100 بليون ولدينا هنا تاسك سيستيم 8% بالنسبة للبي وكذلك 8% بالنسبة للسيل لأن هناك اقتطاعات نسبة 8% سواء في البيع أو في الشرق في البيع والشرق فهنا يقول لك أنه لديهم أكثر من لديهم 100 مليون تضع السوبلاي من هذه العملة أو عملة زيل كما قلت لكم وهي عملة مخصصة في الجايمينغ أو مخصصة في مجال الجايمينغ كذلك لدينا هنا بالنسبة للفيز هذه الفقرة تتحدث حول الفيز والاقتطاعات الفيز شباب كما قلت لكم فهو 8% في البيع وكذلك 8% في الشرق وهناك نسبة قليلة تذهب إلى الأعمال الخيرية كما قلت لكم زايت أن المشروع كما قلت لكم فهو يأتي بفكرة ستجعل من المجال الجايمينغ مجال جيد جدا وأكثر استخداما وكذلك بتجربة ممتعة أكثر ننتقل الشباب إلى token allocation فبالنسبة لهنا أو هذه الفقرة فهي تتحدث حول استراتيجية التي قاموا بعملها من أجل الحفاظ على استقرار هذه العملة وكذلك من أجل يكون عمرها طويل الأمد وكذلك من الحفاظ على total supply الخاص بها وكذلك من أجل أن تكون عملة زيل عملة قوية جدا وعملة لا يمكن أن تتضرر سوءا بالأحداث أو كذلك ما يقع في السوق فقد قاموا بتقسيم هذه السوبلاي إلى أجزاء بحيث أنه تم تخصيص 70% خاصة بالسواب على pancake swap وتم تخصيص 10% خاصة بالmarketing بحيث أنه يتم استخدامها في الترويج لهذا المشروع لدينا كذلك نسبة 10% سيتم استخدامها للpartnership كذلك بالنسبة للستراتيجية للشراكة والتصويق يعني تبدل شراكات مع مشاريع أخرى لدينا كذلك 10% سيتم تخصيصها للwhitelist كما ترى وكذلك للستيكين بالنسبة لمن سيستخدمون استيكين في هذا المشروع كما ترى هنا هذه التوكنوميك تم تقسيمها النسبة الأكبر فهي خاصة بنكك سواب أو خاصة بالسواب زائد waitlist marketing partnership هنا لدينا الروتماب الخاصة بالمشروع أول شيء يبدأ به هو الويبسيت عن السوشيال ميديا زائد save for contract creation زائد audit fire lunch ثم تم إدراج العملة في منصات أخرى سوف أريعها لكم وكذلك حملة التصويق إلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالمشروع سيتم إطلاق كذلك أشياء أخرى مثل launch platform beta وكذلك أعمال أخرى سيتم إطلاقها NFTs وكذلك أشياء أخرى سيتم إدراجها أو إطلاقها فيما بعد كذلك هنا في الفاصل الثالث سيتم إطلاق أشياء أخرى إذن شباب الآن ننتقل إلى how to pay and sell كيف يمكنك الشراء فطريقة الشراء سوف أسرحها لكم بالتفاصيل يعني كيف تقوم بربط المحفظة الخاصة بك بالضاب وكذلك تختار BNB أو تختار شبكة Binance Smart Chain ثم تقوم بتحديد الأدريس الخاصة بالتوكن بعد ذلك تقوم بتحويل التوكن أو تختار كم تريد شراء من العملة الآن نذهب إلى المنصة الخاصة بالشراء وهي ديكس فيو كما ترى فهذا هو الشارت الخاص بعملة زيل وكما ترى فهي عملة قوية جدا حققت أرباح كبيرة جدا سنرى هنا نسبة الأرباح التي حقتها في هذه المرحلة كما ترى في حال كنت اشتريت من هذه النقطة فسوف تربح أو سوف تحقق أرباح كبيرة جدا أرباح وصلت إلى مئة وستة وخمسون في المئة وهي نسبة أرباح كبيرة جدا إذن هنا البريس كان صفر فاصلة صفر 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 اثنان أو ثمانية وعشرون إذن شاهدوا معي هنا صفر فاصلة صفر صفر أربعة وستون فهي نسبة أرباح كبيرة كبيرة جدا إذن شباب فبنسبة لطريقة الشراء أو كيف يمكن الشراء هذه العملة تأتي إلى هنا وتضغط على تريد بعد ذلك تقوم بعمل كونكت للوارد الخاصة بك كما ترى تم اتصال أو تم ربط المحفظة بعد ذلك تقوم مثلا باختيار المدى تريد الشراء مثلا أريد شراء عن طريق اليوزدتي أقوم باختيار اليوزدتي من هذا المكان بعد ذلك أقوم بعمل سواب مثلا لدي هنا أقوم بتحديد ثلاثة دولار بعد الشراء فيظهر لك العملة في الحساب الخاص بك في هذا المكان يمكنك إضافة أو أمبورت توكن من أجل أن يظهر لك تظهر لك العملة في المحفظة الخاص بك الآن نعود إلى الصفحة الخاصة بالموقع نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أولا تويتر كما ترى لديهم هنا في تويتر 855 فلورز لديهم كذلك بعض المنشورات التي تم إطلاقها حديثا تفاعل لا بأس به حول جميع المنشورات التي تم نشرها على حسابهم بتويتر فبالنسبة للمشروع كما قلت لكم فهو مشروع تم إطلاقهم مؤخرا وهو حاليا يقوم كما ترى هنا بعمل بارتنرشيبس مع مشاريع أخرى من أجل ترويج له وكذلك من أجل كسب ثقة الكوميونيتي الخاصة بهم كذلك نفس الشيء بالنسبة للتليجرام الخاص بهم سوف أتركه لكم مني في أروس نجم متابعتهم على التليجرام تقوم بالاندمام إليهم على التليجرام كذلك إنستغرام لديهم إنستغرام خاص بهم سوف تجده هنا وسوف أترك لكم جميع الروابط الخاصة بهذا المشروع في الديسكريبشن الآن شباب نذهب إلى الموقع الخاص بالجيمينغ الخاص بهم نذهب إلى هنا بعد ذلك نأتي هنا فأول شيء ستقوم به هو ربط المحفظة الخاصة بك تقوم بعمل كونكت للوالت الخاصة بك بيننس مارتين بعد ذلك تأتي إلى باي شيبس من أجل الشراء شيبس تأتي إلى هذا المكان فلديك حرية الاختيار هنت تشتري عن طريق سيل توكن أو عن طريق الـ USDC أو عن طريق الـ BNB فمثلا تريد شراء عن طريق الـ BNB فتضغط هنا بعد ذلك فأكيد ليس لديه BNB في حال كان لديك الـ USDC تختار هنا فأي شيء مثلا تريده تصار ما يناسبك أو ما يوجده في المحفظة الخاصة بك في حال كان لديك مثلا هنا الـ USDC أو لديك الـ BNB تشتري عن طريق الـ BNB فيمكنني مثلا عمل سواب للـ Token بعد ذلك أختيار الـ USDT بعد ذلك أضغط Max بعد أن اشتريت الـ BNB سوف أجرب الآن أختار مثلا الـ BNB أضغط هنا يمكن الآن الشراء بعد ذلك أضغط على Confirm فكما ترى الـ Payment تمت بنجاح يمكنني الآن الشراء أو يمكنني أن ألعب أي لعبة أريدها أذهب إلى الصفحة الرئيسية وأختار أي جيم كما ترى لدينا الكثير من الـ Games في هذا المكان يمكنك اختيار أي واحدة تريد على سبيل المثال سوف أختار هذه اللعبة بعد ذلك أدخل إليها وطريقة اللعب أكيد فهي سهلة جدا كما ترى هي مثل باقي الألعاب الموجودة على الهاتف الخاص بكم كما ترى لديه 1 دولار يمكنني ألعب بـ 1 دولار هنا لديه كما ترى المكان الخاص بـ Spain فكل ما عليك هو مثلا أن تحصل على ترتيب هذه الأشياء أكيد كلكم تعرفون هذه الألعاب فكل ما عليك هو أن تجمع مثلا 3 ألوان أو 3 أشياء متشابهة هنا تضغط على مثلا المكان وسيبدأ كما ترى هنا يقول لك ديبوزيت أوكي تحتاج إلى الإداء نقوم باختيار مثلا تقليل هذا المكان هنا ثم بعد ذلك أضغط ننتظر قليلا الآن كما ترى فحصلت على ثلاثة من هذه الأشياء نقوم بالضغط هنا في حال كنت تختار أشياء أوتوماتيكية بعد ذلك أقوم بالضغط هنا من أجل يعني أسبين فكما ترى هذه أو هكذا تلعب هذه اللعبة أضغط مرة أخرى كما ترى فكما ترى هنا 0.05 أربيحتها بطريقة سهلة جدا إذن شباب كان هذا كل شيء متعلق بمشروع اليوم لن أطلع عليكم أكثر من هذا نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر